موسيقى الله معكم مشاهدينا بآخر حلقة من الله محبة ضمن سلسلة نشيد الحب للإديس بولوس فإذا نحن هذه السلسلة رح تكون فيها آخر حلقة اليوم وبعدين ضمن برنامج الله محبة رح نكون عم تفوت بغير نواحي يعني ما رح نكون عم نحكي عن نشيد الحب حسب الإديس بولوس فقط ولكن كمان رح نحكي عن المحبة بالإديسين وبالكتب المؤدسة وبكتير من المحلات يلي تقدر تضوي على أعظم سر بحياتنا وبعلاقتنا مع الله المحبة الحب يا جماعة رائعة رائعة هالكلمات يلي كتبها الإديس بولوس عن المحبة وبيقول فيها أجمل الصفات يلي كل إنسان مسيحي علاقه أنه يرجع يعيد النظر فيها نحنا مننسى مرات أو ما منتطلع فيهم أنا بتمنى منكم تمني ورجع خاص قبل ما أبلش هالحلقة بدي أقلكن بليز اقروا نشيد الحب نشيد المحبة كورينتس الفصل 13 فوتوا وقروا كل فترة وعملوا حطوا لهالناس كأنهم رأي لمسيحيتكن اعملوا مقارنة هل نحنا عم نعيش فعلاً المحبة بجوهرة لأن الله محبة ويلي ما بيحب لا يعرف الله هيك بيقول الإديس يحنى من لا يحب لا يعرف الله أو لم يعرف الله فإذا ننتبهوا على الحب يا أيها المسيحيون وإلا ما منكون مسيحية اليوم رح نحكي عن آخر صفة من أشيد الإديس بولوس للمحبة يلي بتقول المحبة لا تزولوا أبداً المحبة لا تزولوا أبداً أو بإترجمات أخرى بتقول المحبة لا تسقط بكل الترجمات بكل الحالات الفكرة واحدة أنه المحبة ما بتخسر أنه المحبة جوهر الحياة الإيمان والرجا والمحبة ثلاث فضائل بيذكرون الإديس بولوس وبيقول أعظمهن المحبة لأن الإيمان نحن منقامن هون على الأرض بأله بكرة بس نفل من هالدني مش بحاجة للإيمان لأننا سنعاين وجه الله وجهاً لوجه والرجا نحن نرجو نرجو قيامة الموتى ونرجو الخلاص ونرجو اللقاء بيسوع المسيح ونرجو اللقاء بالله والعيش في الملكوت تخلص رجينا بيخلص وقت اللي نطلع من هالدني لأنه منكون الرجاء يلي إيماننا فيه تحقق المحبة يا تورا بتخلص؟ ما بتخلص لأنه نحن منعيش هون تحتى نقدر قد ما فينا نتقرب من الله وبس نطلع من هون ونصير بقلب الله منكون صرنا بقلب المحبة أعظمهن المحبة فإذا المحبة لا تسقط اليوم ما بدي أحكي فلسفة أو أقعد فوت بتفاصيل أنا اليوم بدي أعمل أنا وياكن هاكي مثل فلاش باك على كل الحلقات يلي عملناها نحن شو قلنا بكل هالحلقات؟ قلنا أنه المحبة تصبر قلنا أنه المحبة ترفق قلنا أنه المحبة لا تعرف الحسد المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر المحبة لا تطلب منفعتها المحبة المحبة لا تحتد المحبة لا تظن السوء المحبة لا تفرح بالإثم والظلم بل تفرح بالحق المحبة تصدق كل شاء المحبة ترجو كل شاء واليوم عم نقول المحبة لا تسقط أبدا أنا سؤالي هيد الصفة كيف فيه أحكي عنا بكل بساطة شايفين كل اللي عديتهم قبل إذا بتجوا بتتأملوا فيهم وبتشوفوا أدا فيهم قوة إذا الإنسان بعيشهم بهيد الحياة فلوحدكم رح تعرفوا أنه المحبة لا تسقط أبدا والمحبة لا تنتهي لا تزول أبدا كل مرة أنت بتمرق بظروف صعبة أنت بحاجة لا تصبر وكل ما بتصبر أنت بتكون عم بتحب كل مرة بتلتقى بالناس وبأشخاص وبتتعامل مع مع هالحياة بشغلك ببيتك بعائلتك أنت بحاجة أنك طرفك طرفك تكون خفيف الظل تكون عندك شعور مع الآخر تكون بتحس مع غيرك كل مرة أنت عقلك وفكرك وإنسانيتك الضعيفة المحدودة طبعا هيدا الإنسانية المادية يلي مرات نحنا ما بنرتفع فيها صوب الروح من ده الأرض أرض كل الوقت تعرف الحسد نحنا ها إنسانيتنا الأرضية تعرف الحسد بكل الأوقات بدون ما تحس باللوعي طبعا دغري ممكن تقول يا رات أنا يا رات بخضا يا رات لقلي المحبة لا تحسد وكتخيل قداش بتحررك المحبة عدا عن إنه بتخليك تصبر عدا عن إنه بتخليك تكون منيح وبتحس مع غيرك كمان ما بتخليك تتمنى إنك تاخد شيء من ضرب غيرك وما بتخليك تتمنى لغيرك الشر أو إنه ما ينجح بالعكس بتخليك تنبسط معه المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر يا عمي ما أول مفتاح للتغير بهذه الحياة هو التواضع أول مفتاح للتغير كيف بيتغير الإنسان؟ الإنسان بيكتشف إنه في عنده أخطاء شو بيعمل؟ بيصلحة بس تاي صلحة بديقول إنه أنا مغلط تخيل الكبرية يلي ما بيخليك تقول إنك مغلط يعني ما بيسمح لك تكبر بهيد الدني فإذا بأي لحظة ممكن تسقط أو ممكن تنتهي لأنه المحبة مش قادرة تحميك المحبة لا تطلب منفعتها ما بتطلب شو بدل قلة أوكي؟ لأنه أصلا منفعتها للمحبة هي بالمحبة فإذا مش عم تطلب شي عم تطلب للآخر عم تطلب للخير عم تطلب لله إذا طلبت للذات يعني إذا أنت عم تعيش الحب وطلبت لذاتك تطلب لذاتك إنك تكبر بالحب قبل كل شي تاني وإذا ما عرفت تطلب هذا الطلب يعني بعدك كتير بعيد عن الحب تخيل لمن أنت تكون مش بحاجة لشي شو اللي بيكسرك؟ شو اللي بيخليك تنتهي؟ ولا شي المحبة لا تطلب منفعتها المحبة لا تحتد شو اللي بدو يخليك تدل معصب يا عم؟ ليه بدك تدل غضوب؟ ليه بدك تدل شرارة واحدة بتخليك تولع وتهب وتعصب وتأذي؟ وتوتر الأجواء؟ تم هيدا الشي كمان حكينا وقتا بالحلقة وقلنا إنه بيخليك تسقط وبيخليك تسقط كل اللي حوالك يا ما إيام هيدا الموضوع بيخلي علاقتك تنتهي؟ إن كان مع حالك أو مع الناس احتدت عصبت كسرت طلعت جرحت وسكرت لأنه ملنا قصة تعصيب بس قصة تسكير سكرت على الآخرين قتلتهم ونهيتهم نهيت علاقتك فيهم وقتلت حالك ونهيت علاقتك بإنسانيتك لأنك بطلت منفتح للناس وللآخرين شو بتكون عم تعمل؟ بتكون مش عم بتحب يعني شو بتكون عم تعمل؟ عم تكسر هذه الصفة اللي عم نحكي عنا المحبة لا تسكت أبداً تسكت المحبة لا تنتهي انت ميت انتهت ومن كفة المحبة لا تظن السوق وهيدي وقتا قلتلكم من أعظم وأجمل الصفات اللي حكينا عنا لمن أنت ما بتفكر بطريقة سيئة لمن أنت ما بتحط الأحكام المسبقة قبل بتدل حر بتدل عندك ما في حدود بتعرفوا أنه الفكر السيء بيعمل لك حدود يعني بيعمل لك غشاوة ع عينك بتجي أنت بدك تنفتح سواب الآخر أو بدك تحبه أو بدك تبني معه علاقة جديدة لا بتلاقي أنه في شيء مسكر لك هيدا العلاقة لأنك كل الوقت عم تفكر بطريقة سيئة والمحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق كلنا عم ننبش عن الحق والحقيقة بهيدا الدنيا بس أديه عم نقبل الحق والحقيقة وأديه عم نقبل أنه يكون فيه ظلم مهم نكون نحن مرتاحين من شان هاك عم ننهي حالنا بإيدنا طلع حوالك شوف أنه إيه المحبة تنتهي لأنه نحن مش عم نعيشها المحبة تنتهي لأنه نحن عم نقبل الظلم المحبة تنتهي لأنه نحن أصلاً مش لقطينا وما بدنا الحقيقة وما بدنا الحق وآخر شيء بآخر حلقتين حكينا أنه المحبة تصدق كل شيء والمحبة ترجو كل شيء وقلت لكم مش ع العميانة بتصدق كل شيء لأنه حسب الرجاء ترجو الخير وترجو الله ومشيئة الله فإذا تصدق كل شيء متعلق بالله تصدق الخير يلي حطه فينا كبشر بتصدق أنه نحن منقدر نتغير بتصدق الرحمة والعدل والمساواة والمغفرة والتغيير يلي منقدر نعمله فإذا المحبة بتحرر المحبة بترفع المحبة بتكمل كونوا كاملين كما قلنا أباكم السماوي كامل بتكملنا ولمن بتقولبنا يعني بتفوت بكل تفاصيل ومفاصيل مفاصل حياتنا بتفوت بتقولبنا وبتركبنا وبتشتشدنا منوقف لنسقط ولا ننتهي حياة أبدية من هون بتبلش لأنه بالحب وما في شيء بيخليك تسقط لو شر العالم كله وضغطه نزل عليك ما في شيء بيخليك تسقط لأن المحبة لا تزوله أبدا ولا تسقط والله محبة هو يلي حملنا أحبائي إن شاء الله تكون هالسلسلة الأولى من الله محبة فدتكن لو بكلمة صغيرة لو بتأمل صغير لو بهاك نسمة صغيرة من الروح ترجع تنعش قلوبكم نتفي صغيرة إن شاء الله يا رب يكون الرب فات على قلوبكم سمحتوله يفوت هو ما بيفوت بالقوة سمحتوله يفوت بتحت عن جد تعيشوا الله محبة لا تكونوا فيكم تقولوا إنكم تعرفوا الله الله ما كون أنا بحب كون والله محب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر